الكثير يقول أنه كرة القدم حلاوتها بأخطاءها وبثغراتها بس اللي ما يعرفه وأن اللعبة تحولت إلى لعبة معتمدة على المعادلات الرياضية والأرقام والأندية تقدر تعرف شو بيصينة الموسط لو تقدر تعرف اللعب الفلاني كم بيلعب وكم بيوقف وكل هذه التفاصيل تعال أحلمكم كيف تطورت الرياضة والأندية بشكل لا تتوقع حياكم الله في حلقة جديدة من حقنة تقنية وموضوع اليوم خمفشاري رهيب بس اشترك بالقناة وفعل الجرس لسببين أول شي ما يفوتك أي شي والشي الثاني لنقدر نستمر بهذا البرنامج الرهيب لما نادي يبغي يجيب لاعب فأنه النمط المعتاد عليه والذي نسمعه بثلاثين سنة وأن المدير الفني وهو خبير النادي يشوف الميزانية كم يقدرون يدفعون أي منطقة ناكسة فيه ومين اللاعبين المتاحين بالسوق بهذه الخانة ويقيم مهارات اللاعبين هذولا بحسب رأيه الخاص وهو يتوقع بهذا بينفعلنا وهذا بيندمج مع الفريق ولا لا وأدري أنه كثير معتاد بأنه هذه الطريق الصح بس هذا تفكير تاثف وسخيف بيلي بين المدير الفني لأحد الأندية واللي مثل دورة براد بيت في أحد الفلام أثبت أن هذا الأسلوب طعيف سخيف قديم ويفتقر لكثير من الأساسيات وبهذا اخترع استراتيجية جديدة كلياً هو أول واحد استخدمها وسماها بالموني بول ستراتيجي وجربها مع أوكلاند أثليتيكس ليسواه بيلي هو نجاب محل الرياضي مو مثل التوجري والمريسيل وهذولا لا 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 نتكلم عن شخص درس علم البيانات يقدر يشوف اللاعب ويقدر يحلل أداء كل لاعب وبكل موقف يمر فيه بالملعب ويبدأ يقارن مهارات اللاعبين ببعض ويقارن مهارات اللاعبين بالفريق حقك أشهد ثغرات اللي عندك وهل هذا اللاعب بيسد هذه الثغرات اللي موجودة عندك ولا لا وبناء على هذا الشي صار بيلي يقدر يعرف هل هذا اللاعب بيفيدني ويسد ثغراتي ولا لا وبالتالي بيلي بالرغم من أنه ميزانية ضعيفة إلا أنه بدأ ياخذ كل لاعب ويحلل ويعرف هل هو مناسب له ولا لا ومن هذه الاستراتيجية اكتشف أشياء في فريقة أصلا ما كان يدري عنها ونتيجة لهذه الاستراتيجية العبقرية قدر بيلي يحقق 20 فوز متتالي بشكل غير معقول يعني مثلا تخيل أنه بيلي صرف رواتب على اللاعبين رواتب لعبينا بقيمة 41 مليون دولار وبالرغم من ذلك قدر يفوز على فريق يانكيز اللي يصرف على لاعبي أكثر من 125 مليون دولار وبالتالي المفروض أن اللاعبين يكونوا ثلاثة أضعاف أفضل من فريق بيلي صح؟ هذا الشيء ما مر مرور الكرام لفت انتباه كثير من الأندية والشركات حول العالم وبدأت تحاول تعتمد على نفس الاستراتيجية وهذولا بدأوا يحللون كل شيء في الملعب كل حركة كل ردة فعل ويسوون دراسة جدولة كل لاعب ومما هذا أهمية للفريق وبدأ يتطور الموضوع أكثر وأكثر إلى درجة أن بعض الجامعات بدأت تسوي مناهج التحليل الرياضي والإدارة الرياضية في شخص اسمه نت ماكير يشتغل في شركة تحليل بيانات اسمها سبلانك راحوا وسووا دراسة على دوري كرة القدم الأمريكية على مدى 15 سنة الماضية وأخذوا كل هذه المعلومات ووفروها للشركات الكبار اللي يبغون يستفيدون من هذه المنصة وهذه المعلومات يعني أي شركة تبغى معلومة عن فريق عن لاعب يقدر أنه يوصل لهذه المعلومات يقدر أنه يشوف نقاط ضعف الفريق الآخر فبالتالي كل نادي يقدر يشوف نقاط ضعف الفريق المنافس وبالتالي يفاجأ الفريق الخصم بما لا يتوقعه ليه؟ لأن الدرس أشياء مبنية على علم البيانات ومن بعدها بدأت الشركات تتفكر كيف نحاول الرياضة بدأ اللاهي كده تخمينات إلى شيء مدروس إلى أرقام ومن هنا طلعت مجموعة من الأدوات فمثلا في عندك حساس أو مستشعر صار يأخذون 12 مستشعر منه ويحطونه على كل لعب وهذا مستشعر يدرس عضلات جسمك بالكامل ويعلمك وش الضعيف منها وش اللي لازم تركز عليه ومس بس يوقف هنا بل يعلمك إيش التمارين اللي تتمرنها ويقترع عليك مجموعة من التمارين ثم اسمع هذه اسمع وين وصلوا قدروا يطورون ذكاء اصطناعي يقدر يتنبأ من اللاعب اللي بتجيه إصابة قبل أصلا يتعبوا لحتى تيجيه إصابة وعشان أصدمك هذا الشيء مستخدم بالفعل ولا أكثرية ما يدرون عنه أصلا نادي الليفربول الإنجليزي يستخدم هذه التقنية بالفعل وخلال موسم 2020 و2021 قدر يقلل عدد أيام إصابات اللي يمرون فيها اللاعبين وبالتالي هذا معنات أنك كنت قادر تستغل لعبينك لعدد مباريات أكثر خلال الموسم ونادي الليفربول ليس حالة كده استثنائية اليوم صار فيه أكثر من 50 نادي حول العالم يستغل هذا الذكاء الاصطناعي بالفعل مثلا نادي ختافي الأسباني استخدم هذا البرنامج من 2017 لحد 2020 وبفضلها لقى الإصابات عنده قلت بنسبة 70% بل أنه كان أقل النوادي الأسبانية تسجيرا للإصابات بأحد المواسم وصارت الأندية تقدر تعرف أن اللعب الفلاني راح يصاب الأسبوع القادم وبالتالي صاروا يا أنهم يستعدون لهذا الموضوع يا أنهم يريحونه من بدري على أساس يتفادون الإصابات وبعيد عن ليفربول والأنديا الأسبانية مانشستر سيتي يستخدم أيضا تقنيات مختلفة في الرياضة فمثلا النادي تعاقد مع شركة سيسكو لتصنيع وشاح ذكي في مجموعة من المستشعرات اللي راح تدرس المؤشرات الحيوية بس لا مبل اللعبين بل لك أنت أيها المشجر النادي يخطط أنه يأخذ هذا الوشاح ويوزع على الجماهير وبالتالي يدرس مشاعر جمهور النادي وكيف مشاعرك تتغير أثناء مشاهدتك للمباراة وراح يراقبك طوال الوقت متى توترت ومتى تحمست وكيف نبضاتك زادت وما هي درجة سرعتها طول ما أنت تتفرج بالمباراة وإيش شعورك تجاه لاعبين محددين وبالتأكيد لما لاعب يضيع ضربة جزاء كيف بتكون مشاعرك ودك تقوم تتوطف بطنه ولا لا هذا الوشاح ما زال في بدايته وما زال تحت التجربة وراح في البداية يوزعونا على عينة مختارة من المشجعين بإضافة إلى عينة أخرى من مشجعي نيويورك سيتي الأمريكي واللي فهمت أنه فعليا النادي يتملك نفس الشركة كل هذه النقاط تورينا انكرة القدم السابقة المبنية على التخمينات واللي يجيني مهاجم ما شاء الله من أول ملعب يروح يرجع علينا الدفاع ويأخذ الكرة ويسجل هدف ما صارت تمشي هذه الحركات اللعبة أصبحت تكتيكية بالدرجة الأولى ثم دخلت فيها الأرقام ودخلت فيها دراسات أنك تدرس فريقك وتدرس حتى الفريق المنافس لك اللعبة تحولت إلى علم مبني على علم الرياضيات والأرقام وتحليل البيانات لكن ربما من ناحية الأندية فهي مبسوطة أكثر ملايين الدولارات اللي راح تدفعها راح تتأكد أن تدفعها بشكل أفضل وأن مردودها راح يكون دقيق جدا وربما بدل ما تدفع 100 مليون في شغلات معينة تقل من الصف لكن تدري مين اللي بتأثر التقنية على مستقبلهم في الرياضة لربما هم المحللين الرياضيين اللي يطلعون يضطربون في التلفزيون لأنه لو فكرت فيها في منطقة ما وفي وقت ما بعد يحتاج تطلع وتقعد تقول لي آراءك اللعبة قاعد تتحول أكثر وأكثر إلى شيء مبني على علم لكن إن استمرتت استوديوهات التحليلية فهي بتستمر لهدف آخر وهو إثارة الرأي لدى الجماهير لأنها تعتبر جزء من صناعة الترفيه للمشاهد المحب للكورة أما فكرة الأخطاء هي جزء من اللعبة وكلها تخمين في تخمين فهي تتقلص أكثر وأكثر مع الوقت وأساسا بدأت تختفي تقريبا لا تنسى تشوف حلقاتنا السابقة من حقنا تقنية تشترك معنا وتفعل الجرس إذا حبيت تدعمنا نستمر في الحلقات أشوفك حلقة قادمة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر